نكمل فيما يخص الزمالك الزمالك أعلن التقدم بشكوتين ضد محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي الشكوى الأولى بسبب اشراكه في القمة الزمالك شايف أن مشاركته أصلا هي مشاركة غير صحيحة وغير شرعية وأنه لسه فيه قضايا وفيه مشاكل وفيه إقاف وفيه حياة كده فدي أول شكوى الشكوى الثانية هي تبقى مواجهة إلى ربطة الأندية لمعاقبة اللاعب بسبب الفيديو الانتشر في الساعات الأخيرة واللي بيواجه فيها بحسب نادي الزمالك إساءات لجماهير النادي أو لنادي الزمالك